ساري الأيازي البيضة أكيد بسوريا ما توقفت لحظة منذ بداية جائحة كورونا عن تقديم المساعدة والوقوف إلى جانب المرضى وفريق سعد التطوعي هو من الفرق اللي كان له دوريك بيه في جائحة كورونا وإلى جانب الكثير من النشاطات المجتمعية اليومية ما بين النشاطات وأيضا تفاصيل المبادرات بما يخص فيروس كورونا معنا السيد علي نزيه السعيد مسؤول العلاقات العامة في فريق سعد التطوعي والسيد غدير إبراهيم فنان تشكيلي متطوع في فريق سعد يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم يعني دائما غدير وعلي جمعية سعد خلينا نحط هيك بين قوسين العمل التطوعي نحنا كلمة سعد يعني ساعد يعني نحنا كلنا إيد وحدة لنساعد شفناها بفترة الحرب شفناها بموائد رمضان بالأثراح بالأطراح وحاليا بجائحة كورونا علي ممكن رح نبدأ مع حضرتك لنحكي أكتر في ظل هذه الجائحة يلي دائما أنتو كشباب أو شباب متطوع مندفع كنتو حريصين على بقاء العالم ببيوتون كنتو حريصين على تقديمة مثلا أي مساعدة لألون ولكن حاليا نحنا بالذروة وكان كتير عالم بحاجة لأسطوانات أكسيجين حكي لنا هيك لمحة بسيطة عن هاي الفترة اللي نحنا عمم مرفية أول شي نحنا بلشنا بحملة خليك بالبيت كانت ببداية جائحة كورونا اللي هي تجهيز سلة غذائية وتجهيز سلة صحية وتوزيعها للناس اللي موجودة إنو أنت خليك بالبيت نحنا منوصل عندك شو ما كان بدك حلو بعدين لما اشتدت الحالات عندنا وصار في وجود حالات كتير اتجاهنا الاتجاه التاني مع هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الأسطوانات تأمين أسطوانات الأكسيجين للمرضى حيث إنو يكون مأمن إله الأكسيجين ما تأمن بمشفى يتأمن الأكسيجين عنده بالبيت فانو وجدنا بخلاص إنو نحنا إلنا بنا نظل موجودين بدنا نرافع الجيش الأبيض بشغله بلشنا بتأمين أسطوانات الأكسيجين للمرضى ببداية الجائحة تقريبا نحنا بلشنا بهذا الموضوع ولهلأ مستمرين فيه من تأمين أسطوانات أكسيجين تأمين أجهزة توليد أكسيجين تأمين الأدوية اللي مختصة بجائحة كورونا والبروتوكول كامل تأمينه عم نكون موجودين بـ 24 ساعة إحنا موجودين بالمكتب وعم نلبي نداء إنو الأسطوانات موجودة عطول مين ما طلب مين ما إجا موجود أسطوانات بـ 24 ساعة طيلة الأسبوع يعني أكيد غدي خلينا نتقل لعندك فنان تشكيلي اتطوعت مع فريق ساعد من أين تطوعت وسبب التطوع خلينا نحكي عنه بالإضافة خلينا نحكي عن مشروع الحدائق متل ما بنعرف بـ 2017 بلشتوا فيه هلأ وين وصلتوا؟ هلأ أنا أول شيء تطوعت بجمعية الساعات كان صلي شيء ثاني ونص دقريبا منتطوع لهذه اللحظة هاي تمام سبب التطوع نحنا يعني أنا من ناحية شخصية إني أنا ما بحب حدا يعيش شعور إنه عدم مساعدة إن الشعور عدم مساعدة كثير شعور بشهر فمن هذا المبدأ أنا ما بحب حدا يعيش هذا الشعور ولو كان بشي بسيط يعني حلو وخصوصي نحن هون يعني بسوريا ممكن الإبتسامي أول كلمة بتلعب دور يعني التغيير مو بشكل سريع يعني تمام فهم بالك بمساعدات تانية هو مجرد إنك تشوفي طفل عم يبتسام أو حدا عم يدعي لك من قلب طيب لي صافي بالنسبة لي هات شيء كتير أنا كتير يعني شيء يعني يعني بالمسطة أما بالنسبة لمشروع الحدائق يعني نحنا هلأ الفكرة متل ما أتلك إني هي فكرة جماعية بحتة نحن يعني نقدد وجهات نظر نقع بتناقش فيها نحاول نقربها لحتى نطلع شيء يكون يفيد لمنظر الحضاري إحنا بلاد في سوريا بلشنا نحن بـ 2017 بحديقة الواحدة بالمزة عملنا في أعداد تجهير تظبيت للحدائق للطرقات لأعداد كمان برسومات بسيطة إضافية صار في عنا شوية قصاصها لبـ 2020 كان هذا المشروع رجع باشرنا فيه لكن 2020 حمثلا ما صار شيء لأ تشأكله كوارث على أمراض على حروب على حرائق صحيح طمام فرحنا هلأ أجلنا المشروع لهي اللحظة هاي هلأ رجعنا عن جديد بلشنا بحديقة اسمها حديقة ملجأ 14 ملجأ 14 بالمزة هلأ هون يعني هون كل حديقة تعطيكي الطابع تبعين كل حديقة بتعاركي انت شو لازم ترسم فيها هاي لحالة بتدلك يعني فنيا نحن عم نحكي فرحنا يعني فتنا على هادئة منازل ريفية على كوخ شوية تفاصيل الرسمة هون لعبنا على موضوع الشيء النافر يعني احنا ما استفعنا بالرسم احنا ضفنا قصص جديدة مقاعد بير طاولات كراسي بشكل منظور ريفي عملنا تنور ريفي كوخ خشبي ان شاء الله يا رب يعني نحاوي نحسن الصورة الجمالية للحدائق يعني ان شاء الله يعني المشروع هو قائم محافظة الدمشق يزال الله الراد يعني يعني مشروع حلو ان شاء الله ايضا انتو قال يعني الله يوفقكم بي وايضا نتمنى ايضا بس يصير عنا اي مشروع نحافظ عليه نحافظ عمقاعدنا نتمنى انه ما يتم تخريب عن جدا ولازم يمكن خلال مشروعكم أنا بقول أنه لازم ينحط ضوابط لأي مثلا فكرة مطروحة عم تندرس ما بدنا نحن نقول شي ونخربه لأن هذا التعب أنتو عم وجهد مبدولة منكم كشباب ما بدنا نضيعه بأعمال تخريبية أو عشوائية نحن لازم نحب حضاقنا ونحب لدنا حافظ عليها حافظ عليها أكيد يعني هذا العمل التطوعي مثل ما قلت غدير أنه أنت مجرد ما بتحب أنه ما تساعد معنات أنت بتحب تعطي ولو بشي بسيط ويعني خلينا نقول بيقدم شي للشخص والبلد عملية متكاملة عم بتقوموا فيها كل حدا بيطرح مشروعه للوصول لهدف معين يمكن حضرتكم بالحدائق بلجتم مشروعكم وعلي أيضا خلينا نرجع نحن لحملة تخليك بالبيت شو تم التقديم للعالم كيف كان يعني الاستيعاب لأنه مثل ما بنعرف في كميات كبيرة كبيرة كان في كميات كبيرة هلأ أول شي نحن أول ما بلشنا فيها بلشنا بتجهيز سلة الغذائية وسلة صحية وتشكيل فريق لكل منطقة من الجمعية من الطوعين من الجمعية موجودين بكل منطقة بيأخذوا الحصص اللي موجودة ل مثلا نفترض مثلا كفرسوسة في فريق مختص بكفرسوسة بيأخذ الحصص مع العنوين مع الأرقام عنوان ضبط أنويت وبيؤدي له الحصة الغذائية والحصة الصحية لهني هاي كانت أول بداية الجائحة بعدين بلشنا بموضوع الأسطوانات مثل ما حكينا قبل موضوع الأسطوانات هو عكزة مرحلة بكل فريق مختص في فريق مختص بالتسليم والاستلام فريق متابعة مع المرضى لما أي حدا بيأخذ مننا أسطوانة نبليش نتابع معه يوميا كيف الحالة نطمن عندك الفريق بعد ما تنشف الحالة فريق مختص بتعقيم البيت اللي بيت المريض اللي كان وفريق بيضل مع المتابعة لمدة 14 يوم بعد شفاء الحالة كمان منضلع منتابع معه لنطمن كيف صارت صحة المريض مقسومين لعدة فراق وخلاص انو نحنا واجبنا هذا انو نكون موجودين هلا مع الجيش الأبيض ندرنا حالنا لهذا الشي انو خلاص ننضل موجودين بـ 24 ساعة لحتى نخلص من هاي الجائحة ونخلص من هذا الوضاع انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله خلينا نرجع لموضوع الحدائق قديش أخذت منكم الحديقة وقت وكم شخص كنت وكم متطوع كان عم يشتغل بالحديقة وشو هي الأدوات اللي استخدمتوها كمان هذا صراحة موقت تقريبا يعني نحنا هون بالشتوية ما فينا نحط وقت معين حسب الظروح يعني نحنا ما فينا نرسم بجوه او ان كان مطر او ان كان برد حتى يعني نحنا يعني نتطغص هلها حاليا هو اللي عم تحكم فينا بالنسبة للعدد الأشخاص يعني نحنا قريبا نطلع شي 20-30 وهذه الجمعية كلها عم تشتغل نحنا الشي الحلو بالجمعية انه ما في حدا ما بيشتغل يعني نحنا ما حدا عنده اختصاص تماما ما حدا عنده اختصاص الكل بيشتغل الكل لازم يشتغل يعني في حدا ممكن مسلا العالم ممكن ما يساعد من موضوع الرسم لكن هو ممكن يأمن المواد اللي عم تشتغل فيها تماما هاي بتعتبر مساعد يعني هو شارك بهذا الشي رحنا فنانين يعني حاليا عم نرسم أنا والصديقتي سلام الأحمد وراما بدوي تماما رحنا حاليا مستلمين هلا موضوع رسمع الحيطان الشباب الثاني عم يلبسوا الحجر يمكن في بير مقاعد خشبية كله عم يشتغل في عالم عم تزرع في عالم عم تنظيف يعني هو مثل ما قلت لك الجمعية السبب الرئيسي اللي تطوع إنه هي بدي إليك يعني كل كل روح واحدة تمام يعني هنا في روح واحدة ما في حدا أنه أنت ما عندك شغل فأكلا أعين فرحنا الموضوع للوقت يعني هو برعب إليك أنه مشكلة التقص يعني ماكتر ما هو إنه نحنا ما نعرف من تمام مثلا بالصيف توقع إن الحديقة ما بتاكل معنا قد من شهر يعني كتزبيت كامل نحنا عم نحكي تجهيز لكن هلأ بظروف تقصية اللي بتحكم فينا أكي يعني مشاريع متكاملة هلأ بيقولوا مشاهدين عم نحكي هون بالحديقة وهون بكورونا كله بيكمل بعضه تمام الراحة النفسية أيضا بس يشوف هو العالم حتى المريض إذا كان مريض بينزل أحيانا بيشم هوى فما بالك يكون فيه زراعة بحدائم تعطي أكسجين طبيعي للعالم يعني هي مشاريع متكاملة بتشتغلوا علي أكيد ونحن دائما نرجع من أول الشباب السوري هو شباب فاعل وأثبت وجوده خلال هذه الأزمة في كل الأزمات هلأ نحن كمان ناطرين الانفراجات ناطرين إعادة الأعمار كمان للشباب لندور يعني مبثرت والجيل الشباب هو اللي عنده طاقة يعني لا الجيل اللي قبلنا مثلا خلاص ختيار صار عنده هموم تانية ويالي بعدنا هو استعده صغير يعني نحن نجد الشباب هو الوحيد اللي قادر يعيد بناء الحياة هاي البلاد التانية هو اللي عنده طاقة يعني أكيد توقع لها قبل لابعت ممكن يفيد أكيد خلينا نحكي أكثر على جمعية ساعد هي بكل المحافظات ممكن تساعدوا بإسطوانات الأكسجين أو أي شيء تاني أو خاطرا جمعية ساعد هي فريق الأساسي موجود نحن عم تعاون مع فرق تانية بمحافظة درعة بمحافظة السويدة بمحافظة الطرطوز بمحافظة بنياز باللادقية بحلب جمعية ساعد عم تدعم هاي الفرق سواء عم بتأمين أجهزة تنظيم أجهزة أكسوميترات أسطوانات أكسجين بأي دعم كان عم بيحتاجوا أي فريق بأي محافظة ساعد هي موجودة عم تقدم الدعم لكل الفرق لكل المحافظات يعني يعني مثل ما ذكرتوا يمكن فريق متكامل ما وقفتوا ولكن زاد الشغل خلال جائحة كورونا مواد اللي انتوا عم يتم تأمينها سواء كان مواد طبعا الارس مواد الحدائق وأيضا مواد التعقيم يعني كله بده مواد كله بده دعم كله بده شغل عم بتلاقوشي صعوبات بتأمينها هل هون في عمليات تشبيك بين الجمعية وبين مثلا هون الحدائق في تشبيك مع محافظة دمشق مع أيضا البيئة وزارة البيئة وأيضا هون كمان مع وزارة الصحة في تعاون أكيد طبعا لازم يكون في تعاون هذا الشيء يبديه لازم يكون في تعاون طبعا نحنا بالنسبة للموضوع الحدائق نحنا عم نعيد تركيب الإضاءة بشكل بيتناسب مع المنظر الحق الجديد بالشيء بيتناسب مع الكوخ مثلا وهذا الضوء ممكن إذا كان بهذا الضوء ممكن يفيدني للكوخ أكتر بالنحية بالنسبة لموضوع الزرايع كمان المزارة البيئة الزراعات المعنية بهذا الموضوع ما أحد عم يقصير دائما في تشابه كثير مني تماما دائما في تشابه دائما في أنا هيك عم نشتغيل لازم يكون هيك دائما في خطة للموضوع تمام تمام تكيد لكل الناس اللي عم يسمعونها يلي حابب يتطوع أو يلي بحاجة أي شيء مع جمعية تساعد خلينا نحكي كيف ممكن يتواصلوا معكم برأيك هلا التطوع لقض من جائحة كورونا نحن أشخاص مقددين لأنه نحن خطة ماس أول مع أي مريض تمام فنحن عازين حالنا كليا اللي موجود عم يقدم المساعدة بجائحة صحيح نحن عازين حالنا سواء عن أهلنا عن أصدقائنا عن أي حدا نحن معزولين عنه خباب التطوع هلا بقصة جائحة كورونا لا مؤفنوا نحن بحكم أنه نحن أشخاص موجودين تقديم المساعدات عم يتم عن طريق بريد الصفحة عن طريق الأرقام المختصة بجائحة كورونا تهمين أسطوانات الأكسجين أكيد يمكن إذا بدنا نحكي هيك بالختام جملة بدنا نقول أنه دائما العمل التطوعي هو من أسمى الأعمال وأيضا فينا نعتبره عمل وعبادة تقديم المساعدة للآخر هو شعور كتير حلو كيف إذا كنتوا كان هذا الهدف هو ساعد هي ل نساعد العالم عن جد نحن كتير بدنا نتمنى لكم التوفيق نتمنى لكم الصحة لكم ولعائلاتكم عما تقدموا شي يعني في كتير عالم بتعجز تقدموا والمساعدة في جائحة كورونا كله خايف على حاله ولكن إذا كلنا من نخاف على حالنا مين بدنا نساعد جمعية ساعد شكرا كتير لكم علي وغا شكرا لكم للكتن حلوة أهلا وسهلا شكرا لكم أكيد شكرا كتير لكم وتحية لكل أعضاء فريق ساعد أكيد من وجه لهم ألف تحية كمان على مواقفا الحلوة معنا دائما أنتوا بكل جائحة كورونا وغيرة وغيرة دائما أنتوا تكونوا مع الناس